هدفان رئيسيان سطرتهم بروكسل لهذا المؤتمر ابقاء سوريا على رأس الأجندة الدولية وحشد تمويل إضافي لتطويق ما يصف بأكبر أزمة إنسانية في العالم الخطوة الأولى لبلوغ الهدفين في نظر الاتحاد الأوروبي راعي المؤتمر للمرة السابعة تتجسد في إعادة رفع لاءات قاطعة وحاسمة في وجه نظام دمشق على الأقل في الوقت الراهن لا تطبيع ولا مساهمة في الإعمار ولا رفع للعقوبات سياسة الاتحاد الأوروبيحية لسوريا ثابتة لن نستأنف العلاقات الدولوماسية مع نظام الأسد ولن نبدأ العمل على إعادة الإعمار حتى يحدث انتقال سياسي حقيقي وشامل وجدي سنفعل ذلك وفق قرارات الأمم المتحدة مادم لا تقدم في الوقت الحالي سنبقي على العقوبات التي تستهدف النظام يأتي هذا المؤتمر في وقت ارتفعت فيه الأصوات المحذرة من هول الاحتياجات الإنسانية في سوريا محنة فقامها الزلزال القوي الذي ضرب أجزاء منها هذا العام الأمم المتحدة طالبت في هذا السياق بحشد مزيد من التمويل مناشدتي بسيطة ساعدون في دعم الشعب السوري أطلب 11 مليار دولار هو أكبر نداء لنا في جميع أنحاء العالم ولوقت لدينا لنهدره ستنفذ المساعدات الغذائية لمليونين ونصف مليون سوري الشهر المقبل المشاركون في المؤتمر السابع لدعم سوريا والمنطقة تحديداً الالتحاد الأوروبي أثار كذلك قضية المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا والآليات الكفيلة بالكشف عن مصير المفقودين يرى البعض أن المؤتمر حتى إن أفلح في حج التمويل اللازم لدعم العمليات الإغاثية في سوريا لفترة تغطي عاماً ونصف العام فإن مخرجاته ستظل هشة في ظل تسوية سياسية معطلة وأمام نظام يرفض تنفيذ بنود خارطة طريق اعتمدها مجلس الأمن منذ 2015 عبدالله إماسي التلفزيون العربي بروكسيل